الحمد لله والله كله تمام لا ينقصنا إلا أن احنا يرجع نكسب تاني بس ونفرح الجماهير الموضوع مش كبير قوي يعني مطبري موضوع برضو قوي يعني موضوع التواخد حيي كبير قوي ليه كده قل لي قل لي انت لا يعني الموضوع يعني عادي رب عادي بيجي لكل فلأ العالم في الفلسيزون هو المشكلة عدولا للأهل قال للجماهير أنا بكسب على طول طب وده عادي احنا متعودين على كده هي دي بقى هي دي فالجماهير خلاص بقى هي تعودت على المكسب على طول بص هو كان فيه حاجات ممكن تبقى أحسن من كده فترة دي يعني شوية الجهاز كان ليه دور فيها هو ممكن برضو كان فيه كان ممكن يتاخد برضو في الفترة اللي بعد ما الدور يخلص فيها على طول ممكن برضو يتاخد يبقى فيه روش أحسن فيه تدوير اللاعب بين اللاعبين أحسن كانت الأمور هتبقى فيها يعني إلى حد ما الإصابات هتقل شبا دي الحاجة اللي أعز أتكلم فيها الحاجة اللي أعز أتكلم فيها بعد ورات مبارح أنت بتلعب الترجي بتلعب باطل أفريقيا مفرسين قبل كده ولعب حوالي أربع خمس ما بتلعبش فرقة درجة تانية وفرقة من الفرقة المصنفة يعني أنت لما جيت عملت التصنيف دور ستاشرة الأربع رؤساء رؤوس مجموعات كان فيها الأهلي وتلات فرقة كمان والتصنيف التاني كان فيه الترجي بالزبط الثمن فرقة اللي متصنفين تصنيف أول وتصنيف تاني الثمن فرقة واخدين بطولة أبليك بالزبط وتمن فرقة تقال بفرقة صغيرة وإحنا الموضوع شوية بصين الموضوع وإنت فل تيم بتلعب الترجي وإلا بنتتعادل معاه عفين واتناشر بالزبط بالزبط فل تيم صح? تمام وكتبت في الترجي كتبت في تونس 2-0 في بطولة برضو أخذتها من صفاقص بنتتعادل في القاهرة 0-0 أو واحد واحد وتعادلت وكسبت إنك واحد صفا السنة اللي فاتت والسنة اللي فاتت وغيرها سفت وغيرها فالقصة كلها إن احنا برضو بنقايب الأمور شوية يعني العاطفة انتقى بنحب النادي وكل حاجة بس لازم بص على الأمور اللي حواليها كلها واعرف جمول لي حق يزعل في مانشاط احنا لما نغلب المانشاط دي ما بنوعفش مش بالشارع ما بنعرفش حتى بتخش النادي ده طبيعي ولكن برضو لما شوف المعطيات اللي موجودة في مبارات الترجي لأ أنت عندك إصابات كتير عندك غيابات كتير بتلعب من غير خمسة أعمدة أساية في الفرق بالزبط ساعة سنبيل مش موجود علي معلوم مش موجود أجيه أظهره وهنقول عبدالله خلاص عبدالله قرار خرج يعني مش موجود بتتكلم في خمس لعيبة أساسيين يعني خمس لعيبة إحنا لما بنلعب في فرقة وإنت دربت قبل كده وعارف ولعبت كتير كل فرقة فيها ناس مكملة بتقدي دول وفي ناس ليهم دول أساسي بالزبط تمام الخمسة اللي مش موجودين مبارح دول هم ليهم خمسة دول أساسي مفاكيح لعب علي معلول مفتاح لعب أجيه مفتاح لعب أظهره مفتاح لعب ساعد سمير معاك أنا سامعك تفضل وساعد سمير الأكليزة من ركاية خاطر ضاق عبدالله خلاص عبدالله مش موجود ولكن برضو عبدالله بتاعه مؤثر بتاع عبدالله العيبة ركام عشر مؤثر جمي جدا معنا دي الآن ده ما ندارش نفسله فلازم نبص المعطيات دي كلها ونشوف نتيجة المقرام بالح كمان في حكم أثر على نتيجة النقال بالزبط لازم دي برضو حطار حسباني أنا بلعب أنا نائف بلعب فريق الترجي ومع ذلك برضو الحكم أصل على نتيجة النقال في ضربة جزاء وهدف تمام ضربة جزاء مروان والهدف بتاع مروان ده فيه حاجات كتير يعني حصلت لأ نحن لازم نتعامل معها بعقلانية يعني كابتن عادل فعلا يعني برضو تحليل فني مميز جدا تحليل فني كمان مقنع جدا مع كابتن دياء السيد برضو أقنعته الناس بأداء الناد الأقلي في الفترة الماضية كابتن عادل مصطفى نجم الأهلي ونجم مصر شكرا جدا على هذه المدخلة يعني كلام عقلاني جدا تابر